محمد سأل عن فضل ذكر الله عز وجل و هل يشترط حضور القلب أم يكفي ذكر اللسان لو أردنا أن نتحدث عن فضل ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة و غيرها لما كفتنا لكن لعلن نذكر ما يستحضر أولا فضل ذكر الله هو الطمأنينة قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولعل هذا من العاجل البشر المؤمن في الدنيا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يجد فضل ذلك بانشرح صدره كذلك من فضل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يذكره قال الله تعالى فاذكروني أذكركم و قد جاء في الحديث البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حينما يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يقول ابن القيم رحمه الله يقول ولو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه لكفت الله أمه لو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه لكفت وبالمناسبة فإن بعض الناس أحيانا يكون في المجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه حتى لا يحرك به شفتي وهذا حسن لكن كونه يطلق عبارة لا إله إلا الله يذكر بها الناس كما كنا نسمع كبار السن في زماننا إذا جلسوا في مجلس حتى ولو لم يكن ظاهره العلم فإذا يقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوت إلا بله فيتذكر الناس فيذكرون هذا الذي ذكرنا بفضل الذكر أو ذكرنا بالذكر فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الأمر الثالث من أعظم الذكر ومن أفضلها ما جاء عند مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى فذكر الله شيء فضله عظيم ولو لم يكن فيه إلا أن العبد يستحضر أن الله هو ربه وأنه معبوده سبحانه وتعالى لكان ذلك في دلالة عظيمة قال الله تعالى يا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذا دعان وهذا السؤال نوعان سؤال مسألة وهي التي يسألها الناس دائما مثلا يقول اللهم اغفر لي اللهم اعطني اللهم لا تحرمني هذا سؤال المسألة وأعظمها سؤال وهو دعاء العبادة وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويجعل ذلك هو ديدنه قال ابن مسعود وروي مرفوعا والصواب وقف على ابن مسعود من شغله ذكر الله عن مسألة أعطاه الله أعظم مما يعطي السائلين فهذا فضله عظيم ولهذا فإني أذكر نفسي ويذكر إخواني أن نلازم ذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الرجل يا رسول الله إن شعب الإسلام كذرت علي فباب أتشبث به قال لا يزال لسان ترطبا من ذكر الله تعالى فنسأل الله أن يعيننا على ذلك آمين آمين ترجمة نانسي قنقر